أني الجزع لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم والتزام له ومسح عليه حتى يسكن وقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لجبل أحد أحد جبل يحبنا ونحبه وكان حضرته يقول لصلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عليه كل ده دليل على أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يؤنسني الأشياء يؤنسني الأشياء يعني إيه؟ أول حاجة أن تجعل للأشياء كرامة فانسجام الإنسان مع الحياة مع الأكوان بيساعده في تحقيق مقاصد وجوده التلاتة العبادة والعمران والتسكير فالإنسان بيعبد الله سبحانه وتعالى في بيئة وعشان كده إيه اللي حاصل تذكروا كده إن احنا بنصلي طلب منا إن احنا نصلي في مكان طاهر فاكرين حديث رسول الله سلم وجعلت لي الأرض مسجدا هو المسجد عندنا إيه مش لازم يبقى طاهر لأنه مكان وموطن السجود يبقى ربنا أمرنا إن احنا نطهر البيئة نطهر البيئة من مساوينا فإذا كانت الأرض وجعلت لي الأرض مسجدا فالمسجد لازم يكون طاهر ما حدش بيتعدى على المسجد ما حدش بيقذر المسجد تذكروا إن السادة الملكية مثلا لما عرفوا إن المساجد لابد أن تجنب القذورات فالسادة الملكية يكرهون أن يتسوق الإنسان في المسجد لأنه بيزيل بيزيل إيه؟ بيزيل القذورات في المسجد فإذا كان ده في المسجد الصغير فده كمان في المسجد الكبير ما ينفعش إن الناس يفسدوا الأنهار ويفسدوا الخضار بتلك الثقافة الصناعية المادية الكمية مش بس الملوثة ولكن كمان المنجسة لهذه البيئة لازم استخدم هذا التعبير الإيماني عشان الناس تفهم قد إيه؟ تعديها على البيئة وتعديها على مفردات الحياة بيشوه علاقتهم بمولانا سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى لما سخر لنا ما في الأرض وسخر البيئة سخروا عشان نعبدوا فالمياه مثلا دورها في الطهارة دور مؤثر عشان تعرف مكانة البيئة في علاقتك بربنا ورعاية البيئة ومواردها واجب على الإنسان لأنه مأمور بعمرة الكون هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها والتأمل في الكون على فكرة لما تشوف الخضار وهو بيكلمك بأن المسألة فيها نظارة تقدر تعرف يعني إحسان وتقدر ترى الله فأقرب طريق لتسكية النفس والوصول إلى الإحسان هو أنك ترى جمال الله في الأكوان وإزاي هتشوف جمال الله في الأكوان وإن تقعد تفسد هذا الجمال بتعدي وعدم احترام وعدم تقديس فرعاية الإنسان للبيئة ومواردها رعاية له واحترام له عارفين يعني إيه؟ يعني جزء من كرامة الإنسان احترام البيئة لأن البيئة دي ما خلقتش إلا لكي يعيش الإنسان في حالة وصل مع الله فإذا كنت بتقضع الجسر اللي بينك وبين الله أنت كده مش بتفسد على نفسك الصراط المستقيم الكون ده صراط مستقيم بيهدينا إلى الله سبحانه وتعالى إزاي أنت ممكن تتعدى على الأكوان ولا تتعدى على البيئة وإنت بتقول إهدينا الصراط المستقيم والصراط المستقيم هو الجمال الذي ربنا خلقه في كل شيء إن الله كتب الإحسان على كل شيء كل شيء حولك فيه إحسان وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الرشاد والإحسان في التعامل مع البيئة فعلمنا احترامها وإن الإسراف في مواردة شيء مزموم حتى ولو كان من أجل العبادة يعني وكأن العبادة ما تنفعش وإنت كمان بتتعدى على البيئة فمر صلى الله عليه وسلم بسعد بن أبي وقصوى ويتوضأ فقال ما هذا الصرف؟ فقال أفل هدوء إسراف يا رسول الله قال نعم وإن كنت على نهر جاري والإسراف ليه أشكال كتيرة زي الإسراف في استخدام الطاقة فأفضل مشغل النور والطاقة ويفضل عندي الشخص يستخدم المشغل للكهرباء والطاقة لغاية ما إيه؟ لغاية ما نقع في ورطة إن الطاقة بتنفد من العالم كله من الحياة كلها مشكلة كبيرة